بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق عباداً وخصهم من خليقته وأفردهم لخدمته وجعلهم من أهل هدايته وأقامهم لدعوته إذا حزن الناس لا يحزنون وإذا خاف الناس لا يخافون لأنهم أدخلهم ربهم في أمنه وحماهم بحفظه وحصنهم بحصنه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين رحمة الله للعالمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني فقه قولي إن أريد إلا لإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب اللهم رب جبريل ورب ميكائل ورب إسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه اختلفون اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وبعد أي الأخوة الكرام ما زلنا مع تلك ثمرة مباركة من ثمرات علم التزكية ألا وهي ثمرة العبودية ويستحق منا أن نقف معها طويلا وذلك لأنها هي الغاية من الوجود كله ولأنها يروح الكون كله متى غابت هذه الروح فلا معنى لشكل الكون وهيكله ومن ثم فإن الله عز وجل لم يزل يرسل المرسلين في سلسلة متواصلة ما مضت فترة من الرسل إلا جاءت فترة أخرى من الرسل يهدي الله تعالى بأولئك الرسل الكرام عباده إلى حمل عبادة ويسوق بهم الخليقة إلى روضة العبادة حتى كان خاتمهم صلوات ربي وسلامه عليه أقام العبادة على أتمها وأكملها وأكملها فلم يبقى للخليقة إلا أن يستجيب لدعوته لأن صرح العبادة قد كمل وكتمن كامل وكتمل وختم عليه بالخاتم الرباني الرباني وطبع بالطابع الإلهي في قوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وتحدثنا عن هذه الثمرة من وجوه متعددة كما سبق في تلك الدروس والمجالس المباركة من حيث تعريفها ومن حيث أركانها ومن حيث شروطها ومن حيث خصائصها من حيث مقامها ومنزلتها عند الله وأخيرا انتهى بنا الحديث إلى تجلياتها تجليات هذه العبودية وذكرنا فيما سبق أن تجلياتها التجلي الأول هو أن تكون متجلية في النفس والذات والتجلي الثاني أن تكون متجلية في الكون كله ومنهاج الحياة التجلية في الذات أي تجلية العبودية في الذات سبق أنه لا بد أن تشمل الذات كلها وأن تشمل الكيان كله بما فيه الروح والنفس والعقل والقلب والبدن أي تشمل العالم الباطني والعالم الخارجي تشمل تشمل القلب والوجدان وتشمل الباطن كله وتشمل الظاهر كله فتلك هي العبودية الحقة التي يتقبلها الله عز وجل ولا بد من عودة إلى تجلي العبادة في الذات لا بد أن تتجلى في الروح أي لا بد أن يعبد العابد روحه لربه ولا بد أن يعبد العابد عقله لربه ولا بد أن يعبد العابد نفسه لربه ولا بد أن يعبد العابد قلبه لربه هذه جوانب أربعة في الباطن لا بد أن تكون معبّدة لله الواحد الأحد الفرض الذي وهبها وطالبها من العبد لتكون له وحده لا شريك له لابد من الروح أن تعبّد لله لمالكها وخالقها وسيدها وفاطرها وموجدها ومتى توجّهت لغير الله عز وجل أصابها من المصائب والمهالك ما يجعلها تنتكس وترتكس لأنها وجّهت لغير الوجهة التي خلقت من أجل أن تتوجّه إليها فالله إنما خلق الأرواح لتتوجّه إليه وحده لا شريك له ولتكون عابدة له وعبدة له وحينئذ تجد نفسها عندما نعبد أرواحنا لربنا عز وجل تجد الروح نفسها وتجد الروح سعادتها وطمأنينتها واستقرارها وتحمد ربها جل جلاله وتسعد سعادة غامرة لا تشقى بعدها أبدا إذن تعبيذ الروح عن طريق وحي الله عز وجل لتلتقي مع الروح فالروح نفسها تحتاج إلى روح تسري فيها من أجل أن تكون حية عارفة مبصرة سميعة وروحها هو القرآن الكريم كما سماه الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا إذا كان الجسد يحيى بهذه الروح التي انفخها الله عز وجل فيه ليتحرك فهناك نفخة أخرى إذن هناك نفختان نفخة لهذا الجسم ليتحرك فإذا سارت فيه تلك النفخة التي هي نفخة إحيائه تسري في سمعه فيسمع ولكنه يسمع سماعا ماديا وتسري في بصره فيبصر ولكنه يبصر بصارا ماديا وتسري في لسانه فيتحرك لكنه يتحرك حركة مادية وتسري في كيانه كله ليتحرك الحركة المادية طبيعية ولكن الروح نفسها تحتاج إلى هذا الروح التي النفخة الثانية نفخة الروح نفخة البدن ونفخة الروح النفخة الثانية هي نفخة الروح فإذا تجلت هذه النفخة الثانية التي نفخة الروح عن طريق الوحي فإن هذه النفخة عندما تسري في الروح تصبح الروح سميعة وتصبح مبصرة وتصبح متحدثة للروح حديث وتصبح كذلك مدركة ذلك الإدراك الآخر ليس الإدراك المادي وإنما هو إدراك من لون آخر إذن يعود لها السمع فتسمع كلام الله بل قد تترقى لتسمع من كلام الغيب العجب العجاب وهذا يحدث للذين ترقوا بأرواحهم إلى هذه المنزلة العلا أو العليا حتى أصبحوا يسمعون ما لا يسمعوا غيرهم هذا أحد الصحابة رضوان الله تعالى عليه أحد الصحابة كان قد مرض مرضا لزم فيه الفراشة أصيب بمرض البواسر فكان لا يستطيع القيامة ولا يستطيع القعودة فدخل عليه أحد إخوانه في الله فلما سلم عليه ورآه في تلك الحالة أشفق لحاله وتأثر فلما أراد أن يودعه قال له اقترب مني فاقترب منه فقال اذن مني وقرب مني أذنك حتى إذا قرب منه أذنه قال له لا تحزن علي فإن ملائكة الله تعالى تعودني وتزورني وتسلم علي وأسمع كلامها منزل حاليا لهذه الروح في هذه الحالة التي ربما إذا رآها الإنسان يقول لا أدري ما حال هذا الذي أصيب بهذا المرض الذي أقعده حتى لا يستطيع الحركة ولكن الروح سابحة في عالم آخر لا تشعر بما يحدث في بدنها لاستغراقها في ذلك التعبد السامي العالي الذي جعلها تسمع سلام الملائكة وتخترق هذا الحجاب الذي بين الناس وبين سماع ملائكة الله عز وجل وهذا مأثور في الصحابة وفي التابعين لهم بإحسان إذن تعبيض الروح لمالك الروح وخالق الروح وفاطر الروح لتتصل بربها فإذا وقع الاتصال فحينئذ لا تلتفت للغير أبدا عندما يحصر اتصال الروح بمالك الروح لا تعود الروح تتصل بغيره أبدا لقد وجدت ضالتها المنشودة وأدركت حقيقة وجودها إذن تعبيض الروح ثم تعبيض العقل هذه الأسماء وإن كانت هي لشيء واحد ولكن تختلف باعتبار ليس ليس هذه الأسماء مختلفة من حيث الذات وإنما من حيث الاعتبار فقط ما هي ذات واحدة الروح نفسها تسمى عقلا باعتبار وتسمى نفسا باعتبار وتسمى أقلبا باعتبار ولكن لا بد من هذه الجوانب كلها أن تعرفا لدى العابد السائر إلى الله ليحقق العبودية لله بكيانه كله إذن تعبيض العقل لله تعبيض العقل لله هو قبوله لكلمات الله من غير اعتراض قبوله لكلمات الله يتوسع هذا العقل توسعا يكون أوسع من الكون كله أوسع من السماء والأرض وما بينهما هذا هو العقل الذي استقبل كلام الله ليس ذلك العقل الضيق المحبوس في الماديات المحبوس في هذه المعارف الضيقة قد يعرف شيئا قليلا من هذه المعارف المادية قد يعرف شيئا قليلا من المساحة الفكرية قد يعرف شيئا قليلا لا يعتبر شيئا في علم الله الواسع وفي وحيه الشاسع ويظن هذا المسكين أنه قد وصل فيظن أنه قد عرف ولكنه ما عرف شيئا لأنه يجهل نفسه فالعقل الذي يجهل نفسه كيف يدعي أنه يعلم وهو يجهل نفسه وتركيبه وكيف خلق وكيف يفكير وكيف يدريك وكيف يستثمر المعارف لو سألت هؤلاء المدعين للمعرفة لتوقف المساكين وقالوا لا ندري من ذلك شيئا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وقبل هذه الآية يقول ربنا عز وجل ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا لا يعلمون نفى عنهم العلم العلم الحقيقي بأدات النفي التي تفيد التأكيد لا يعلمون بأدات النفي التي تفيد التأكيد وأنهم لا يعلمون لأن ما يعلمونه بالنسبة لما يعلمون لا يعلمون لا يساوي شيئا فلم يعد شيئا ولذلك قال الله عز وجل ظاهر من حياة الدنيا والعقل الذي لا ينفذ إلى باطن الأمور هذا عقل سطحي هناك العقول السطحية المسكينة التي تظن أنها علمت وما علمت ما دامت لم تنفذ إلى بواطن الأمور إن هذه الصورة من العالم لا تعد شيئا بالنسبة لما في باطن العالم من العوالم التي لا يحصها إلا الله عز وجل سليمان عليه السلام سمع كلام نمله وهي تخاطب قومها بذلك الخطاب العجيب تا إذا أتى على ودي النمل قالت نملة يا أيها مدخلوا مساكنكم لا يحطي منكم سليمان وجنودهم لا يشعرون فتبس مضاحكا من قولها تبس مضاحكا متعجبا من هذا العالم من العوالم التي لا يحصها إلا الله قال ربي أوزعني أن شكر نعمتك التي أنا متعلي وأنا وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضاه إذن تعبيد العقل لله ليستنير بنور الوحي فإذ استنار العقل بنور الوحي أبصر أبصر ما كان غائبا عنه وسمع ما كان محجوبا عنه وأضرك ما كان مغيبا عنه وحينئذ سيقول العقل لنفسه بنفسه على رسلك على رسلك إنك مخلوق وليس لك من المعرفة إلا النزر اليسير من تلك المعارف الكبرى ولذلك قيل في هذا الميدان بالنسبة لطالب العلم لعلم ثلاثة أشبار إذا دخل العبد الشبر الأول تكبر وإذا دخل الشبر الثاني تواضع وإذا دخل الشبر الثالث علم أنه لا يعلم هذا الشبر الأول هو الذي غر الناس كل الناس أهل الفلسفة والمدعون للفكر كل هؤلاء المساكين لو نظروا إلى أنفسهم لعلموا أنهم لا يعلمون شيئا وحينئذ يردون العلم إلى الله ويتصلون بالوحي الذي هو الخيط الرابط بين علم الله الواسع الذي ليس له حد وبين هذا العقل المستمد من هذا الخيط من هذا الخيط الرباني ما يأتيه من علم الله وعلم الإنسان ما لم يعلم وكان فضل الله عليه عظيمة كما قال الله لحبيب المصطفى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة والله أخرجكم من بطون أماتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والبصار والفئدة لعلكم تشكرون ولذلك صدق من قال لا يستقل العقل بالهداية دون الوحي تأصيلا ولا تفصيلا كالطرف دون النور ليس بمدركين حتى يراه بكرة وأصيلة نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا وإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل وإذا عدلت عن الطريق تعمدا فأعلم بأنك ما أردت الوصول يا طالب الهدى بالعقل دون النقل لن تجد لذلك دليلا هذا العقل عندما يعبد لله يهتدي لنور الله إن في ذلك لآيات لأولي للباب فيصير لب ويصير كذلك حجر يرتقي لا يبقى مجرد عقل بل سيكتسي خصائص أخرى اكتسي خصائص أخرى من هذا الوحي الرباني الذي سيرقى به إلى تلك المنزلة العالية الرفيعة ثم كذلك تعبيد النفس لخالق النفس وواهب النفس ومالك النفس تعبيد هذه النفس لخالقها سبحانه وتعالى حيث تترقى في سلم العبودية حتى تصر إلى ذلك السلم الممدوح الذي نوح الله بأهله ووصلت إلى تلك الدرجة العالية حيث حيث تتلقى الخطاب المباشر من الله جل جلاله يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي كانت نفس أمارة حيث كانت بعيدة عن حصن العبودية وروضة العبودية ثم استيقظت فلما استيقظت عادت إلى حيما العبودية فأخذت تتدرج في سلم العبودية وسميت في هذه المرحلة بالنفس اللوامة ولكنها مع ذلك محمودة لقد أقسم الله تعالى بها فقال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة فارتقت عن طريق اللوم والعتاب الذي هو المجاهدة سلم المجاهدة حتى وصلت إلى هذه الدرجة لتحضاء بالنداء الرباني الذي لا شرف أعظم من هذا الشرف يا أيتها النفس مطمئنة حققت العبودية لله رب العالمين فأصبحت نفس المطمئنة ارجعي إلى ربك لأنها كانت ربها في خلواتها وجلواتها كانت متلذذة بجوار ربها كان لسان حالها ينشد يا ليتك تحلو الحياة مريرة وليتك ترضى الأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب النفس المزكاه التي تحقق لها الفلاح قد افلح من زكاها أفلحت وفازت بخير الدنيا والآخرة تعبيد النفس لله وعندما تعبد النفس لله عز وجل تجد راحتها وسعادتها وأمنها وأمانها فتحمض ربها جل جلاله أما النفس المسكينة الشاردة عن الله فهي معذبة عذابا شديدا كم من نفوس الآن تعذب وتشقى بما تملك هناك النفوس التي تشقى الآن وعندما بالفكر تشقى بالفكر وتشقى بالمال وتشقى بالملك وتشقى بما تظن أنه فيه سعادتها فيه سعادتها بهذا الألم والعذاب الذي اعتريها فتنفست تنفست تنفست الصعداء تنفست محل العواطف سليما من جميع الأمراض يوم لا ينفع ذوقا حقيقا ومن الأمراض ومن الأسقام ومن الأسقام تنفست ومن الأسقام أصدقائنا ومشاعرنا لربنا وعواطفنا لربنا وعواطفنا لربنا حتى نكون أولئك العباد المكرمين أولئك العباد المحبوبين عندنا ربنا عز وجل اللهم احقق لنا ذلك واجعلنا من أولئك ولا تخيفيك رجاءنا يا مولانا إنك يا ربي أكرم مسؤول وخير من يعطي عباده وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة